وزير الأشقال أبد العزل إبراهيم بعد مناقشة تعديلات في هيئة النقل اعتمدوا ردة الحكومة للتعديل كان اعتراضهم أن يكون في أعضاء هيئة النقل يكون متفرقين وغير متفرقين ومجلس الأمة رفض تعديل الحكومة قال لنا بهم متفرقين تدرنا أعزائي المشاهدين أربع أعضاء متفرقين في هيئة النقل كم رح تكون رواتبهم في سنة بس رواتبهم دون المكافآت ودون الأمور الثالث والله تقول بحمد يعني مكافآت رواتبهم كم يعني مجموحهم أربعة في هيئة النقل كم قال الوزير كم تتوقع أستاذنا سنوي أربعة مئة ألف مثلا مئتين ألف رواتبهم أربعة نصف مليون دينار كويتي بالشهر تسع تالاف سبع تالاف وشوية مكافآت يعني 12 ألف 11 ألف دينار وأنا عضو في هيئة النقل من يب يصير عضو في هيئة النقل أنت بتصير عضو في هيئة النقل ما يأكلها إلا عطوني التقرير درة العادة لما يكون في ناس متفرقين إذا نتكلم حنا عن رواتب تصل من سبع إلى تسع تالاف دينار إذا راح نصرف على يعني حوالي أربع خمسة أشخاص أكثر من نص مليون دينار في سنة لجنة المرافق قيارت هذا المقترح رأية مخالف تأكيد أنه لازم يكون متفرقين وقدم للمجلس وصوت عليه وحنا اعترضنا على هذا الشيء في سنة أربع أعضاء في هيئة النقل يأخذون نصف مليون دينار هذا غير البونس السنوي وغير المكافآت ترجمة نانسي قنقر